في أوائل هذا الشهر اشتعل القتال في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا بسبب نزاع على الأرض النزاع أدى لقتال دموي بين قبيلة الهوسة المنحدرة من غرب إفريقيا وقبائل أخرى أصفر حتى الآن عن حوالي 200 قتل مصادر الغد فادت بانتداد الاشتباكات إلى مدينة قيسان للمرة الأولى منذ بدء القتال كأشفة عن قيام المسلحين بنهب مخزن للذخائر والأسلحة بمدينة الدمازين التي تشهد اشتباكات متواصلة وفي بداية أعمال العنف احتج أفراد من قبيلة الهوسة في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحضر عليهم امتلاك الأراضي في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي أصفرت أو استقرت في الولاية استغلال الأراضي يعد مسألة حساسة للغاية في السودان حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي حاكم ولاية النيل الأزرق فرض حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي الذي يعتبر من أعنف نوبات العنف التي يشهدها السودان في السنوات الماضية وبحسب بيانات الأمم المتحدة فقد أدى العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 149 شخصاً ونزوح 65 ألفاً من النيل الأزرق بين يوليو ومطلع أكتوبر